أهلا بكم في النشرة الرياضية اختتمت بطولة التنس الأرضية التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام برعاية العميد ناصر لجنيد المشرف العام على نادي ضباط الأمن العام وذلك بمشاركة 22 ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ففي مسابقة الضابطات أحرزت الملازم مريم الأنصاري المركز الأول أما مسابقة الضباط السوبر فقد فاز بالمركز الأول الملازم أول عبد الرحمن شويطر وفي مسابقة الضباط المبتلئين كان المركز الأول من نصيب النقيب فهد المريخي واجأت البطولة تحت إشراف الاتحاد الرياضي للأمن العام وبالتعاون مع نادي الضباط تغلب فريق المنام على نظيره فريق سترة بـ 68 نقطة مقابل 62 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهم على صلة اتحاد كرة السلة بأم الحصم ومن الجولة الثانية لسلاسي دوري زين لكرة السلة ليحقق المنام فوزه الثاني على التوالي بعد الأول الذي جاء على حساب فريق مدينة عيسى وفي المباراة الثانية واصل فريق المحرق انتصاراته وتغلب على الأهل بـ 73 نقطة مقابل 66 ليحقق المحرق فوزه الثاني في المسابقة بعد أن تغلب في الجولة الماضية على فريق سترة هذا وتختث بعد قليل مباراة الجولة الثانية بلقاء مدينة عيسى ونظيره فريق الحالة ترجمة نانسي قنقر